موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذه الحصة من حصة الفيزياء والكيميا للسنة الثالثة من التعليم التنوي الإعدادي سنخص هذه الحصة لتمارين تتعلق بدرس تفاعل المحل الحمضية والمحل القاعدية مع بعض المواد سأقدم لكم في الأول تذكيرا بما اكتسبتموه في درسكم من مهارات ومعارف في البداية تعرفتم على أن تفاعل محل الحمض الكرويدريك مع الفيليزات التالية الحديد والزانك والأليمنيوم بينما لا يتفاعل حمض الكرويدريك مع النحاس ولتمييز غاز تناء الهيدروجين يتم ذلك بحدوث فاقعة عند تقريب عود تقاب مشتعل يتفاعل محل الحمض محلو الهيدروكسيد السوديوم مع الفيليزات التالية الزنك والأليمنيوم ولا يؤثر على الحديد والنحاس لا يؤثر محلو الحمض الكرويدريك ولا كذلك محلو الهيدروكسيد السوديوم على جل المواد غير الفيليزية كالمواد البلاستيكية والزجاج والنيلوم يمكن الكشف عن الأيونات التالية أيون النحاس الثاني أيون الزنك أيون الأليمنيوم الثالث أيون الحديد الثاني أيون الحديد الثالث وإيون الكلورور وذلك باستعمال رائز الكشف المناسب سنبدأ أولا بالتمنين الأول هذه صفيحة نجدها في مقرة عمل المهنيين للدلالة على ما يقومنا به من عمل نجدها غالبا مكتوبة على فليزات مختلفة هذه صفيحة من الأليمنيوم لنقش هذه الكتابة يتم ذلك بتفاعل كيميائي مع حمض الكرويدريك للنقش على صفيحة من الأليمنيوم يتم تغلفها بطبقة من البلاستيك وباعتماد تقنية دقيقة تكتب العبارة المراد نقشها على هذه الطبقة ثم تزال طبقة البلاستيك من فوق الكتابة فقط وتوضع كمية من محل الحمض الكرويدريك على هذه العبارة فيتفاعل الحمض مع الأليمنيوم وبذلك تبقى العبارة منقشة على الصفيحة أسئلتنا كالتالي اشرح لماذا يتم تغلف صفيحة الأليمنيوم بطبقة من البلاستيك اقترح تجربتين للكشف عن نواتج التفاعل بين الأليمنيوم وحمض الكرويدريك اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل أثناء النقش على الأليمنيوم بواسطة حمض الكرويدريك وأخيرا أذكر من بين الفلزات التالية تلك التي يمكن النقش عليها باستعمال حمض الكرويدريك حديد نحاس الزنك للإجابة على السؤال الأول فلا يؤثر حمض الكرويدريك على مادة البلاستيك لذلك يتم استعمالها لتغليف صفيحة الأليمنيوم بينما المكان الذي يراد الكتابة فيه فذلك المكان يتم إزالة البلاستيك من حتى يحدث التفاعل الكيميائي بين الأليمنيوم وحمض الكرويدريك إبراز نواتي اجتفاعل الحمض الكرويدريك مع الأليمنيوم نبدأ أولا بإنجال التجربة نضيف كمية من حمض الكرويدريك إلى مسحوق الأليمنيوم وفنلاحظ تصاعد فقاعات غازية واختفاء الأليمنيوم هذا يدل على حدود التفاعل الكيميائي نقرب من فوهة الأنبوب الذي به التفاعل الكيميائي عودة قاب مشتعل فنلاحظ حدود فرقعة نتيجة ذلك ونستنتج أن الفرقعة تميز احتراق غاز تناء الهيدروجين إذن تعرف على النتيج الأول وهو غاز تناء الهيدروجين نتعرف على نتيج تاني وهو أيون الأليمنيوم نضيف كمية من محلول السوداء مخفف ونلاحظ انظروا معي تكون راسب أبيض تكون هذا الراسب الأبيض هو الذي يدلنا على وجود أيون الأليمنيوم معادلة التفاعل الأليمنيوم مع حمض الكرويدريك سنقوم بذلك مرحلة بمرحلة نكتب أولا الأجسام المتفاعلة لدينا حمض الكرويدريك في سيغته الأيونية أش بلوس سيلمو وفي الليز الأليمنيوم ينتج عن ذلك كما تعرفتم قبل قليل غاز تناء الهيدروجين وإيون الأليمنيوم في سيغته الأيونية آيلترا وبلوس مع إيون الكرويرو أيضا كما تلاحظون فالأرقام أو المعاملات التي أضيفت لهذه الكتابة هي معاملات درستم وسلماضية لموازنتها ونحن الآن بصدد نمدجة التفاعل الكيميائي بين الأليمنيوم وحيم الكرويرو سنمر إلى المرحلة الثانية نقوم بنشرها لكي نصل إلى الكتابة الصحيحة ننشر الكتابة نعم متفاعلات تعطي النواتج هيدروجين إثنان آيلترا وبلوس وستة سيل ناقص بما أن إيون الكرويرو نلاحظ أنها توجد في المتفاعلات وتوجد في النواتج فهي لم تشارك في التفاعل يمكن اختصار هذه الكتابة المعادلة هذه الكتابة الكيميائية كما يلي نحذف إيونات الكلور ونكتب ما تبقى لدينا ستة آش بلوس زائد اثنان آيل ألمنيوم يعطي تلاتة تنائي الهيدروجين زائد اثنان آلترا وبلوس وبذلك تكون هذه هي المعادلة المعبرة عن التفاعل بين الألمنيوم وحمض الكروريدريك السؤال الموالية تعلق بالفليزات التي يمكن النقش عليها وقد اقترح علينا مجموعة فليزات الحديد الزنك والنحاس نضيف كمية من الحديد نضيف لها حمض الكروريدريك وكمية من الزنك نضيف لها حمض الكروريدريك أيضا فنلاحظ تساعد فقاعات غازية هذا الدليل على أن هناك تفاعل كيميائي بين حمض الكروريدريك وهذه المفليزين بالنسبة للنحاس نضيف له أيضا لقطع من النحاس نضيف له محلول حمض الكروريدريك وننتظر ماذا سيحدث فلا يحدث أي شيء أي لا فقاعات غازية ولا اختفاء في الليز النحاس مما يؤكد عدم تفاعل النحاس مع حمض الكروريدريك فنستنتج إذن يمكن الكتاب بالنقش بحمض الكروريدريك على الحديد والزنك بينما لا يمكن الاعتماد هذه الطريقة للكتابة على صفحة من النحاس ولكن لا ننسى بأن النحاس فإنه يتفاعل أيضا مع أحمض أخرى على سبيل المثال حمض النيتريك التمرين الثاني تتعدد استعمالات الصدى في كثير من المجالات كمؤثر فعال من بينها الاستعمالات المنزلية كمزين للدهون ومزين للروائح في مجال المياه وهناك منظفات كثيرة تعتمد أساسا على هذه المادة في تكوينها السؤال مطروح الآن في صيغة وضعية تستعمل أختك عائشة محلولا مخففا للصدى لإزالة الدهون من سطح طاولة أفران الغاز المصنوعة من الألمنيوم كما تفرغ قليلا منه في مجال المياه لإزالة الرائحة الكريهة لكنها لاحظت بعد مدة من الاستعمال أن ألمنيوم طاولة الأفران بدأ يتآكل كما لاحظت أن قناة مجرى الماء المصنوعة من البلاستيك لم تتأثر تعجبت عائشة لذلك فقالت في نفسها إن الصودة تؤثر على الفليزات ولا تؤثر على البلاستيك والآن سأقدم لك الأسئلة المتعلقة بهذه الوضعية أذكر السواب والخطأ فيما قالته أختك عائشة يقترح تجارب تؤكد لعائشة ما قلته من خلال ما درسته حول مدة الصودة قدم لعائشة بعض المعلومات حول محلول الصودة وبعض النصائح لاستعماله نجيب الآن على هذه الأسئلة إن محلول الصودة إن الصودة لا تؤثر على جميع الفليزات بل تؤثر على بعض منها فقط والذي قالت عائشة أنها تؤثر على جميع الفليزات والآن الصحي هو أنها نعم تؤثر على بعض الفليزات ولا تؤثر عليها كلها بالنسبة للتأكد من تأثير الصودة على بعض الفليزات نتأكد أولاً عن تأثير الصودة على الألمنيوم كمية من مسحوق الألمنيوم نضيف له محلول الصودة المخفف فنلاحظ اختفاء الألمنيوم تدريجية وعند تقريب عتقاب من فوهة أمبوب الاختبار نلاحظ حدود فرقعة مما يؤكد كما رأينا قبل قليل وجود غاز تنائي الهيدروجين الذي يحترق تأثير الصودة على الزنك نفس الطريقة مسحوق الزنك نضيف له مسحوق نضيف له محلول الصودة المخفف فنلاحظ اختفاء الزنك تدريجياً وعند تقريب عتقاب مشتعل نشاهد ونلاحظ فرقعة نتيجة احتراق الهيدروجين تأثير الصودة على الحديد والنحاس بنفس الطريقة نضيف لكمية من الحديد وكمية من النحاس محلول الصودة وننتظر بعد قليل فنلاحظ عدم حدود أي شيء لا اختفاء هذه الفلزات ولا حدود أي فرقعة مما يؤكد لنا عدم حدود أي تفاعل بين الصودة وهدين الفلزي خلاصة لما قيل تتفاعل الصودة مع الزنك والأليمنيوم ولا تتفاعل مع الحديد والنحاس بعض النصائح لعائشة محلول الصودة المخفف هو محلول قاعدي تأكدتم من ذلك في درسكم لأن بي أش الصودة أكبر من سبعة محلول الصودة أكالة يعني أن الصودة فهي مادة أكالة يجب الانتباه لذلك إذن عدم تمسها مع جد الإنسان ونجد دائما على العلب التي تحتوي على الصودة هذه العلامة التي تبين أنها مادة أكالة استعمال محلل مخففة هذه مهمة جدا سواء لاحظتمها مع أستاذكم أن استعمال كل محلل تم تخفيفها وإيضا يجب الانتباه إليها في منازلكم أن استعمال محلل كيفما كانت حمضية أم قاعدية يجب تخفيفها نصيحة أخرى تقدمها لأختك عائشة وهي استعمال قفازات واقية عند استعمال هذه المحلل الحمضية الأكالة أو القاعدية الأكالة إن القفازات الواقية هي التي تحمينها من ذلك عدم الإفراط في استعمالها وهنا ألفت انتباهك إلى ما يتعلق بالبيئة لأن رمي هذه المواد كل مرة في المجاري يؤدي ذلك إلى تلوث المياه وكما درستم فإن ذلك التأثير له أدرار خطيرة على البيئة وعلى الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة أعدم المجلس بين مواد تنظيف هذا له خطورة كبرى فقد نظن أن مجلس بين مواد تنظيف قد يرفع من مرضوديتها وبالتالي يكون تنظيف أكثر فأقول لكم لا فهناك بعض مواد تنظيف إذا تم الخلط بينها يؤدي ذلك إلى ظهور وإلى نتوج لأنه تفاعل كيميائي ستنتج مواد قد تكون دات خطورة كبيرة على صحة الإنسان أعطيكم مثال مثلا إذا قمنا بمحلول ماء لماء جافيل مع مواد تنظيف التي بها مادة الأمونيك ينتج عن ذلك غاز يسمى غاز الخلوراميل وهو غاز دو تأثير أكال ويهيج ودو تأثير أكال ومهيج جدا بالنسبة لا للعين ولكذلك للغشاء المخاطئ للأنف إذن فهذه النصيحة المهمة يجب أن تعي بها أختك عائشة كما قلنا نعم بالنسبة للتمرين الثالث نتوفر في المختبر على قرورات تحتوي كل منها على مادة كيميائية معينة من بين المواد التالية كرور الحديد الثالث كبريتة النحاس الثاني كرور الزنك وكرور الحديد والمشكل الآن وهو يتأذر التعرف على محتوى كل قارورة لأن الكتاب على رصيقة كل منها لم تعد واضحة وأظن فهمت مهمتك وهو التعرف على محتوى كل قارورة نعم هذا هو محتوى كل قارورة بين موضعا كيفية تعرف على محتوى كل قارورة وأكتب معادلة كيمية أو معادلة تفاعلات كيميائية التي تحصل أثناء الكشف إذن أولا للإجابة على السؤال أول عملية نقوم بها وهو أن نحضر محلولا مائيا في أنبيب اختبار باستعمال محتوى كل قارورة ثم نضيف إليه محلولا كاشفا مناسبا كما رأيت في درسك نبدأ أولا بالكشف عن محتوى القارورة الأولى نضيف لها محلول السوداء وكما ترون عند إضافة محلول السوداء انظروا معي جيدا يتكون راسب أبيض ظهور راسب أبيض بعد إضافة محلول السوداء يؤكد أن المحلول المائي لمحتوى القارورة يحتوي على أيونات الزنكزيدين دو بلوس ولكن انتبه معي فظهور راسب الأبيض يظهر أيضا عندما نضيف محلول السوداء إلى أيونات الألمنيوم أيلتروا بلوس ولكن كما رأيت قبل قليل فسؤالنا الآن أو تمريننا لا يوجد به أيونات الألمنيوم أيلتروا بلوس إذن أكيد أننا نقصد هنا أن الراسب الأبيض هو دلالة على وجود أيونات الزنكزيدين دو بلوس لنبين كيفية الكشف عن طريق معادلة التفاعل الكيميائي زيدين دو بلوس زائد أيونات واشموا هذه الأيونات توجد في محلول السوداء فيتكون نتيجة ذلك هيدروكسيد الزنك وهو الراسب الأبيض المتكون نعم سنقول أن القارورة الأولى تحتوي على مادة كلورور الزنك لقد تعرفنا على محتوها سننتقل الآن للكشف عن محتوى القارورة الثانية إذن نفس طريقة نضيف محلول السوداء إلى محتوى القارورة الثانية فنلاحظ ظهور راسب بني ظهور راسب البني بلون الصدى بعد إضافة محلول السوداء يؤكد أن المحلول المائي لمحتوى القارورة الثانية يحتوي على إيونات الحديد الثالث نبين ذلك من خلال هذه المعادلة الكيمائية التي بينات لنا طريقة الكشف عن هذا الإيون إيونات واشموها الموجودة في محلول السوداء مع إيونات الحديد الثالث أعطتنا راسب بلون الصدى وهو هيدروكسيد الحديد الثالث إذن القارورة الثانية أعرفنا أيضا محتوها فهي تحتوي على قارورة الحديد الثالث ننطلق إلى الكشف عن محتوى القارورة الثالثة نضيف دائما محلول السوداء إلى محتوى الأنبوب الذي به مادة الكيميائية التي تحتوي عليها القارورة الثالثة فنلاحظ ظهور راسب أخضر وهذا دلالة على أن المحلول المائي يحتوي على إيونات الحديد الثاني نبين ذلك في معادلة كيميائية التي نتج عنها الراسب نعم نكتب إيونات واشموها زائد إيونات الحديد الثاني أعطتنا الراسب الذي له لون أخضر وهو هيدروكسيد الحديد الثاني القارورة الثالثة تحتوي على مادة كرول الحديد الثالث إذن عرفنا محتوها أيضا بقي لنا الكشف عن محتوى القارورة الثالثة رابع عفوا نضيف أيضا محلول هيدروكسيد السوديوم أي محلول السوداء نعم فيتكون نتيجة ذلك راسب أزرق ذلك الراسب الأزرق هو دليل على وجود إيونات النحاس الثاني نبين ذلك من خلال المعادلة الكيميائية أيونات واشموان تتفاعل مع إيونات النحاس الثاني فيتكون نتيجة ذلك هيدروكسيد النحاس إن القارورة الرابعة تحتوي على مادة كبريتات النحاس الثاني الكشف عن أيونات الكرول سألمها في محلول النماء كشفنا على الأيونات الموجبة ولأن نكشف الأيونات السالي بسائل موها لهذا الغرض فإننا سنستعمل كاشفا مختلفا وهو نترات الفضة محلول نترات الفضة في سيعة الأيونية أجي بليس إن أو ترواموان نضيفه كيمية من إلى المحلول نضيفه كيمية من فنشاهد ما يلي تكون راسب أبيض ولكن أنظروا معي جيدا فهو يسود في الضو وهذه ميزة تجعله يختلف عن الرواسب البيضاء التي تكونت سابقا إذن هذا دليل على وجود إيون الكرولور سنبين ذلك من خلال المعادلة الكيميائية التي أدت إلى تكون الراسب الأبيض الذي يسود في الضو أجي بليس بليس سائل موها يعطينا أجي سائل وهو راسب يسود في الضو نتيجة إيونات الفضة وهي التي تتأثر بالضو فيتغير لون المحلول الذي توجد فيه إذن إلى هنا أعزائي التلاميذ أستودعكم أنا نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة للقاء